موسيقى الغوطة الشرقية مأساة إنسانية وتلكؤ دولي ما هي الأهداف والرسائل التي حملها التصعيف الغوطة الشرقية يا عبد العزيز ما أهمية الغوطة بالنسبة للمعارضة والنظام وهل ترد موسكو بالفعل على تدهور العلاقات الأمريكية الروسية في الأشهر الأخيرة وفشل مؤتمر سوتي في أشهر الماضي ولماذا أيضا هذا التدخل الأمريكي العنيف في هذه المسألة وأيضا إقران إيران بهذا الموضوع في الغوطة وتدخل إيران في الغوطة ووقوفها وراء العدوان على الغوطة هل هذا أيضا سيشير إلى صراع إيراني أمريكي في المنطقة أكثر من ما هو عليه الآن ما نريد أن نلقي الضوء عليه في هذه الحلقة الأهداف وراء هذا التصعير العسكري في الغوطة الشرقية التدعيات الموقف الدولي الحقيقي وهل ما نشهده هو بالفعل تقاسم للنفوس في سوريا بين الدول الثلاث الفاعلة روسيا وإيران وتركيا وأين هي المنظمات الدولية وأين هي الإنسانية مما يحدث في الغوطة سوف يكون معي لمنقشة هذا الموضوع غسان إبراهيم وأنا معي مصطفى كاركوتي ويستمر حصار الغوطة الشرقية وتستمر الاختراقات والجرائم ضد الإنسانية هناك وأيضا يستمر عجز الدولي عن معالجة هذه المسألة نداءات دولية فرنسا غيرها تتحدث عن وجود دخول المساعدات فقط نرى الولايات المتحدة تريد تحريك الملف بشكل أكبر على المستوى الدولي وربط بملفات أخرى في المنطقة بريطانيا أيضا تتحدث عن الدخول مع الولايات المتحدة في ضربات للنظام السوري إذا ثبت استخدامه للأسلحة الكيموية وكان الذي يموت في الغوطة موتا من الحصار ومن المدفعية ومن الصواريخ ومن البراميل المتفجرة أقل شعورا وإحساسا بالمعاناة من الذي يموت بالكيموية هناك لغض دولي وهناك جدل دولي حول كيفية حل هذه المشكلة إضافة أن المسألة الأهم هي أنه أيضا تتهم المعارضة بتعطيل الحل وأيضا النظام يعني اشتركوا الأثنين في ما يسمى باستمرار المعاناة هو المؤلم والمحزن أن المجازر في سوريا أصبحت سمة من سمات هذا الصراع في السبع سنوات الأخيرة ذكرى الانتفاضة السورية سوف تكون شهر قادم في 15 شهر قادم ولا أبالغي عبد العزيز أن معظم الإنجازات المدانية التي حققها النظام السوري يعني تزامنت مع مجازر خطيرة للغاية حلب تشهد على ذلك السؤال الرئيسي لأن في هذه الحلقة ما الجديد في مأساة الغوطة هذا هو السؤال الآن لأن مجازر سرى مجازر تكبعها خاصة الجديد في أنا رؤيتي يا عبد العزيز تحليليا رؤيتي أن الشراكة الثلاثية بين الروسية وإيران وتركيا هو نوع من إعادة توزيع الحصص يعني وثق منهج الهيمنة الميدانية في سوريا ومنع أي طرف كما ذكرت يا عبد العزيز أي طرف خاصة الولايات المتحدة من تغيير المعادلة السياسية روسيا بسرعة روسيا تحاول فرض هيمنتها في مناطق الضامنة من أجل إرساء الرسالة إلى المجتمع الدولي على أنها ما تزال تملك مفاتيح الحل في سوريا روسيا وإيران أيضا تحاول تعزيز نفوزهما في الغوطة وإدلب من أجل منع الولايات المتحدة الحقيقة من الدخول على الأزمة وتركيا أيضا يعني معركة عفرين يعني إطلاق معركة عفرين أعطى روسيا وإيران القدرة على التصعيد في الغوطة الشرقية لأنه حيد فصائل من المعارضة التي تقاتل مع تركيا النقطة الأخيرة في هذا المجال أنا أعتقد وبألم أن سوريا الآن والشعب السوري أصبحوا رهائن لهذه الشراكة الثلاثية من قبل روسيا وإيران وتركيا أسؤال الرئيسي هل هذه الشراكة تؤدي إلى ديمومة إدامة ديمومة الصراع أو يمكن أن نشهد تغييرا من خلال دخول أطراف جديدة وخاصة الولايات المتحدة في الصراع السوري أنا أعتقد حقيقة هناك تقاسم واضح ولكن أيضا هناك الدور الأمريكي الذي اختار شرق الفرات لطالما تحدث الغرب عن شيء اسمه سوريا المفيدة والثلاثي الروسي الإيراني التركي أعتقد أنها في غرب سوريا ولكن شرق سوريا هو سوريا المفيدة هناك الطاقة هناك الثروات بينما هناك المشاكل في غرب سوريا تركيا الثلاثية يتقاتلان ويتصالحان ويتحالفان تماما تركيا اليوم عندما أخذت ما تريده هلال تركي جديد كنا نسمع عن شيء اسمه هلال إيراني في المنطقة اليوم هناك هلال تركي يمتد من منطقة الباب إعزاز وصولا للحدود المحاذية بين تركيا وعفرين وصولا لإدلب هذا ما تريده تركيا بالدرجة الأولى وباقي بالنسبة للأتراك تفاصيل وضح حد للنفوز الكردي بالنسبة لتركيا وباقي الأمور بالنسبة للأتراك مستعدين أن يقدموا ضحايا من السوريين وخصوصا المعارضة التي خدعت بأجانب التركي الهدن الغوطة كيف كرأتك يا سيد مصطفى بالنسبة للهدنة في الغوطة الشرقية أعتقد الغوطة رغم المأساة الكبرى طوان والوضع الحزين والآلام إذا انتهت الحرب فيها هذا لا يعني بالضرورة سيؤثر على إجمال الحروب الدائرة في سوريا الحروب ستبقى مستمرة مع الأسف والمرء يقول ذلك بحزن شديد ولكن هذا التفصيل على أهميته سيحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين القوى المتصارعة والمتحالفة في سوريا عمليا أشرت حضرتك قبل قليل إلى هذا الاتلاف الثلاثي التركي الإيراني الروسي هذا الاتلاف قد يكون ثابتا الآن في هذه الظروف الحالية ولكنه معرض للاهتزاز في حال تغيرت الصورة وخاصة من طرف تركيا يعني كما عودتنا دائما تركيا بالضبط كما عودتنا دائما تركيا أنها تغير دائما تحالفاتها وتغير مواقفها تركيا أردوغان أساسا لديه هم واحد في سوريا هو الأكراد وهو الأكراد ولا هم للشعب السوري لا الشعب السوري ولا الإيراني ولا أي لكن ذي نقطة مهمة جدا كانت مثار أيضا الانتباه خاصة يوم أمس حينما أعلنت روسيا عن الهدنة أين هو النظام السوري النظام السوري هو اللي طائرة تضرب ومدفعية وإيران معه أيضا وتأتي روسيا لتعلن الهدنة وكأنها أو الضبط كأنها هي التي تحكم سوريا وليس بشارة ممكن بس لأبني على النقطة يعني مثل ما قالت يا عبد العزيز أصدر الرئيس الروسي بوتين بالأمس قرارا بإيجاد هدنة إنسانية في سوريا تبدأ اليوم من الساعة التسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعض أظهر الأمر الروسي ماذا يصري يا عبد العزيز أن بوتين هو السيد السيد المطلق في سوريا في زر تزامن هذا الأمر مع قرار من وزارة الخارجية تصريح من وزارة الخارجية الروسية تقول بأن الحكومة الروسية سوف تلتزم بهذه الهدنة الإنسانية وهذا يدل بالفعل على أن بوتين الآن تصور بوتين يعلن الهدنة وزارة الخارجية تقول بأن الحكومة السورية سوف تلتزم بهذه الهدنة والمأساد للغوطة العودة إلى الغوطة مأساد للغوطة أن أهل الغوطة سوف ينجون من الموت بخمس ساعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزهر ولكنهم سوف يواجهون قاذفات الموت من الساعة الثانية بعد الزهر إلى الساعة التسعة صباح. لكن أين هو المجرم الحقيقي في الموضوع. بالإضافة إلى ما يحدث. إيران دورها في الغوطة. هذه نقطة أريد أن أحكي فيها. هل هناك أيضا خلاف إيراني روسي حول هذا الدور؟. فكرة الغوطة باعتقاد هي أمر استراتيجي للإيراني أكثر كثير من الروسي. الروسي ينظر إلى سوريا بشكل أكبر. بينما الغوطة لا تؤثر عليه من النحية الاستراتيجية. المخطط الروسي سواء في أستانة أو في سوتي. لا يرى بالغوطة يعني معرق الأساسي لتوجهه. بإمكانه أن يجلس مع الفصائل التي موجودة بالغوطة. وجلس معهم في أستانة. جلس مع جيش الإسلام في القاهرة. جلس مع فيلق الرحمن في جينيف. لا يوجد لديهم مشكلة. ولكن إيران التي تدعم ميليشيات. لا تريد أي معرق لها بالخط الواصل بين طهران بغداد دمشق وبيروت. وبالتالي الغوطة هي الجبهة الشرقية التي تعرضت على الرؤية. طبعا أعتقد تحليل كثير مهم. ولكن في العودة إلى النقطة التي أثرتها حول الهدنة. الموقف الروسي من الهدنة. هناك أمر مضحك للغاية. روسيا كعض دائم في مجلس الأمن. صوتت على قرار مجلس الأمن للهدنة في عموم سوريا. وعلى مدى شهر. ولكن تأتي روسيا وتقدم تفسيرها الخاص خمس ساعات. كيف يتم ذلك؟ أنها تصوت في مجلس الأمن. دعما لي. ليس فقط روسيا التي صوتت. ومن ثم قالت أن القرار الهدنة هو خمس ساعات. ماذا قالت تركيا؟ هذه الهدنة لا تسري على عفرين. وماذا قالت إيران؟ إيران قالت بأن المعركة في الغوطة سوف تستمر. أنا أختلف جزئيا معك يا غسن. معركة الغوطة الشرقية الآن لروسيا مهمة للغاية. إسراتيجيا. لأنها جزء لا يتجزأ من الرد الروسي على ما حصل في سوتي. جزء لا يتجزأ من تدهور العلاقات الروسية الأمريكية. جزء لا يتجزأ من الرسالة الإسراتيجية التي تحاول القيادة الروسية إرسالها على أنها ما تذال تملك مفاتيح الحل. لأنها بالفعل فشلت إلى درجة كبيرة في ترجمة وجودها العسكري إلى سيولة سياسية. بالتأكيد روسيا بالنسبة لها إذا تخلصت من كل أشكال المعارضة شيء استراتيجي لها. ولكن روسيا أيضا براجماتية وتدرك الوضع في سوريا أكثر من النظام السوري نفسه. يعني مثلا عندما تشبه الغوطة بمعركة حلب. تحاول أن تخيف المعارضة. ولكن روسيا نفسها تدرك تماما أن الغوطة مختلفة كل الاختلاف عن حلب. ولدينا دليل واقع وعملي. دارية التي تمثل 5% من مساحة الغوطة احتاجت نظام والروس والإيرانيين. وكل أشكال الميليشيات الطائفية التي تقاتل في دارية لمدة 5 سنوات. حلب كانت تركيا هي التي أنجدت الروسي في حلب عندما فتحت الباب. هل يمكن أن نذهب إلى تغريدات المشاهدين؟ تفضل. هنا ما أغلقت التسليم. دقيقة واحدة. علاوي يقول التغريدة الأولى ما يجري في الغوطة الشرقية من إبادة جماعية يتطلب وقف جادة من المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر فورا دون قيود وشروط وتقطيم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية. للأسف هذا كلام لا يسمع صداء في أي مكان. التغريدة الثانية تقول استمرار القصف على الغوطة رغم الهدنة التي أقرها مجلس الأمن يثبت أنه لا حل للأزمة السورية سوى التدخل عسكريا لحماية المدنيين في سوريا. من أين سوف يأتي هذا التدخل العسكري؟ ومجلس الأمن لا يستطيع الحياة إقرار مشروع في هذا الصدد. أمجد يقول وقوف المجتمع الدولي عاجزا أمام المزبح التي يرتكبها النظام في الغوطة هو ضوء أخضر لروسيا وإيران والأسد للاستمرار بإبادة السوريين. التغريدة الأخيرة تقول يجب على مجلس الأمن الضغط على النظام للالتزام بالهدنة وفتح جسر جوي لتقديم المساعدات للعائلات المنكوبة في الغوطة يعني في نقطة مهمة أيضا يعني خلينا نكون متوازنين قليلا في ذكر كل طرف ما لديه من حجج النظام نظام بشار الأسد يرى أن الغوطة تأتي منها الهجمات على دمشق وقذائف التي ترمى على الأسواق هناك في دمشق وحصلت كم حادثة من هذا ويعتبرها مبرر أساسي ومهم ومحق لإسكات أصوات هذه المدافع أيضا المعارضة يعني هذه من الحججة أيضا التي ساق ضد المعارضة يعني غير ضرب دمشق وضرب الأماكن المدنية في دمشق المواقع المدنية المعارضة أيضا ترفض منح المدنيين حق الخروج من قرى الغوطة ومدرات صغيرة وبالتالي هي تستعملهم كغطاء وتستعملهم كمبرر لاستمرارها في يعني السيطرة على هذه المنطقة كيف يمكن تفنيد هذه الحججة؟ فضل السيد الوجتاء النظر هذه طبعا هي المطروحة الآن للمناقشة ولكن هذا لا يعبر عن الصورة برمتها هو بالتأكيد أنت سميتها المعارضة أنا أسميها المجموعات المسلحة لأنه غير محدد بالضبط هذه المعارضة تعارض من؟ وتقاتل ضد من؟ أساسا هل تعبر حقيقة عن عموم الشعور الشعب السوري؟ هذا سؤال كبير حتى الآن هناك أخشى أن أقول وأمامنا تجربة تاريخية في الزمن في لبنان أساسا يا ما من القوى خاضت معارك في لبنان تحت يافطات قومية وعربية وعرقية ولكنها في الواقع كانت تخوض تمثل مشروع أجنبي تمثل إما مشروع أجنبي أو مشروع قبني ممكن أساس مصطفى الزيد نقطة لأنه أنت الحقيقة لا نختلف كثيرا في هذه الحلقة معك الحقيقة عبد العزيز أن الغوطة الشرقية هي الخاصرة الرخوة لدمشق أن الأسد وحلفها الأسد يريد الحقيقة السيطرة على هذه الخاصرة الرخوة لأنها تهدد ليس فقط حياة المدنيين ولكن أيضا سيطرة الأسد إحكام سيطرته على العصر السيطرة أو الحرق حتى لا يهمه المهم أن يبعد شررا ولكن للمشاهد العربي أولا لا يمكن مقارنة ما تقوم به المعارضة المسلحة أو المعارضات المسلحة هذا القصف هذه المجازل الإنسانية يا عبد العزيز هذه نقطة في غاية الأهمية النقطة الثانية أيضا لنذكر المشاهد العربي أن هناك نوع من الحصار على الغوطة عمره خمس سنوات هذا الحصار الحقيقي نتحدث عن المجازر 12 ألف 12 ألف قتل أكثر وقراءتنا يبدو أنها إذا كانت صحيحة أن التصعيد في هذه الغوطة هو جزء لا يتجزأ الحقيقة من واقع ميداني جديد ومحاولة الحقيقة لخلق وقاع ميدانية وفرض وقاع ميدانية من أجل ماذا؟ من أجل الحقيقة ترجمت هذه الوقاعة الميدانية على طاولة مفاوضات مع العينة حين يتم ومن هنا أنا أفهم تماما أن هناك عشرات القذائف التي تضربوا هذه الجماعات المسلحة على دمشق وهذا شيء خير إنساني طبعا أي مواطن ولكن في ذات الوقت علينا أن لا ننسى أن هناك حقائق ميدانية وعسكرية وإسراتيجية يتم من خلالها التنفيذ الأهداف للطوار الرئيسية في أوتش هو بالتأكيد أمر مرفوض مقتل أي مدني من أي طرف وبالنهاية جميعهم سوريين وبالنهاية لا أحد يتمنى مقتل أي سوري كمان أنا ذكرت المجازر أيضا المعارضة المسلحة قامت بمجازر ضد المدنيين أيضا في سوريا علينا كلمة حق هو لذلك نحن نرفض جميع كل هذه المجازر ضد المدنيين ولكن في النهاية عندما نشاهد عدم التوازن علينا أن نتذكر الغوطة ودمشق هي امتداد ليست دولتين مستقلتين وعندما يتم القصف يكون هناك قصف زكي لدى المعارضة أسلحة متخلفة الهاون والهاون لا يمكن أن يصيب هدفه يطلق عشرات طلقات ولكن يرهب يرهب المدنيين فبالتالي للأسف يذهب ضحايا في دمشق ولكن لا يمكن مقارنتها بآلاف التي تحدث في الغوطة والمجاعة والمجاعة والحصار المستهدف حتى لو وضعنا ملائكة سلام في منطقة ومخاصرة كل هذه المدة كيف يمكن لنا وصف أن تبقى منطقة زي هذه بكل مصادرها وبكل يعني إمكانياتها الضعيفة جدا لا العسكرية ولا الاقتصادية ولا غيرها أن تبقى خمس سنوات تقاوم هذه الآلة البربرية الإيرانية التي ينفذها الأسد وجماعة وأيضا ميليشيات يعني المتطرفة الطائفية التي يعني تعتبر سبة في جبين النظام الدولي كله هو القوى العسكرية ليست بالضرورة العنصر الفعال الوحيد هناك عناصر عديدة أخرى الغوطة جغرافيا مثلا هي مثل الزنار حول دمشق مهمة جدا مهمة جدا استراتيجيا وهي طبيعتها غابة في الأسد التواغل فيها ليس سهلا أقرب فيتنام الأسد طبعا طبعا ممكن ممكن تكون هيك تصير هيك وفي نفس الوقت تحتاج قوات النظام والقوات الروسية إذا شئت والإيرانية طبعا والإيرانية سأتي إلى ذلك كي تحقق نجاحا في هذه المناطق تحتاج إلى بيئة صديقة وهي المتوفرة لذلك استخدمت قرابة للنابع الضبط وهذه ليست متوفرة والنقطة رئيسية علينا أن نتذكر أيضا أن أهمية هذه المعركة أنت ذكرت الحقيقة نقطة في البداية يعني عدة هجمات نتكلم عن خمس أميال الغوطة من ساحة العباسين منذ عدة أسابيع قامت قوات المسلحة باللجوم على إدارة المركبات التي تشكل أهم قاعدة عسكرية ولازلت مخاصرة بالمناسبة إذن نحن علينا أن لا نقلل من أهمية الغوطة الشرقية استراتيجية لكن هل هذا الكلام لا يعطي مبرر لنظام بشار بأن يقاتل في الغوطة هو لو استطاع يعني صراحة يعني يقول إذا أنت تهجمون على عاصمك عبد العزيز إذا كنت أنا أنا تحليليا لا محل بشر محل بشر يا الأساب هل ستقاتل أم ستكتفي سأقاتل لأنه بالفعل لا يمكن للأسد ما لم يتم سيطرته على الغوطة الشرقية هو لا يسيطر على دمشق دمشق هي الحقيقة يعني خلينا أجيب بس زيادة على هذه ولكي أقاتل كمشار الأسد ضد معارضي سوف تستغل إيران وغيرها هذا هذا الشعور بعدم الأمن عندي وسوف يتدخلون بعصاباتهم وبكل تسليحهم وبخطوطهم الاستراتيجية التي يريدون يا مصطفى يعني هناك عدة نقاط علينا بس نتركيك الوضع عندك القضية الأخلاقية أنت الحقيقة دولة هي تقتل أبنائها وشعبها بهذه الطريقة هذه لا يمكن هذا لكم بخبس سنين أنا أقول بدون أخلاق أنا أحكي أفكك هذه المعادلة عندك المعادلة الإستراتيجية المعادلة الإستراتيجية للأسد لا يمكن أن ينام وينام بسهولة إلا ما يتم قدرتها على إحكام السيطرة على دمشق اللغوطة الشرقية هي شوكة شوكة في وجه الأسد ومن هنا أنا قراءة المتواضعة وأتمنى أن أكون خاطئا شهر شهرين ثلاثة هذه المعركة سوف تدوم إلا أن يخسر فيها أو يحكم سيطرتها أنا لا أعتقد أن الغوطة سوف تنتهي بيشتر نحن نذهب الآن إلى فاصل وبعدها نتابع هذه في الجزء الأول من الحلقة ركزنا على دلالات وأهداف التصحيف في الغوطة الشرقية من قبل النظام السوري وحلفاء النظام السوري ما نريد أن نركز عليه في هذا الجزء هو المواقف الدولية بسرعة لا يمكن فهم الموقف الروسي اللي كان في إدلب أو في الغوطة الشرقية إلا من قلال فهم تدهور العلاقات الروسية الأمريكية في الأشهر الماضية إسقاط 200 قتيل في شرق سوريا من قبل قوات الأمريكية خلال هجوم على قوات سوريا الديمقراطية كان مع قوات سوريا من قبل القوات الروسية والولايات المتحدة أرسلت رسالة بالدم والنار من خلال قتل أقل شي 200 مواطن روسي بالتفسير الأمريكي أنهم لا يعرفون أن هؤلاء شركات أمنية النقطة الأولى النقطة الثانية المواجهة دخلت في مرحلة قطيرة للغاية ولها تداعيات جيوستراتيجية يعني يبدو أن الملف الروسي خرج يعبد العزيز من يد دونالد ترامب الذي هو يعتبق بوتن صديقه وحليفه المؤسسات الأمريكية الأمريكية الآن بدأت تقول وبصوء تعرف الإسراتيجية القومية الأمريكية المتحدة القوات الأمريكية لن تنسحب من سوريا تحاول حقيقة يعني إرسال خطوط مواجهة ومن هنا السؤال لأن هل بالفعل نحن نشهد بداية لمواجهة مواجهة من خلال يعني بالوكالة بين الروسية وأمريكا في سوريا بالتأكيد إذا نظرنا الاستراتيجية الجديدة لدى الجانب الأمريكي البقاء بشكل دائم في شرق البلاد في سوريا لضبط ليس فقط الصراع في سوريا ربما أيضا النفوذ الإيراني الوضع في العراق النفوذ الروسي النفوذ التركي أيضا يعني أصبح اليوم الجانب الأمريكي الحليف السابق لتركيا يشعر أن تركيا أيضا تحتاج لوجود أمريكي لضبط توغلها في سوريا وحالة يعني البرانوية الموجودة لدى أردوغان وتقلباته تارتا يلعب على الورقة الإسلامية وعندما ينهار الإسلاميون يمسك الورقة القومية والنزعة العنصرية ضد الأكراد فبالتالي الوجود الأمريكي نعم هو يستهدف الروسي ولكن ليس فقط الروسي وأيضا يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار عندما قضية التي أشرت لها سويا لا لكن الوجود الأمريكي يعرقل يعرقل المخطط الروسي يعرقل ومن هنا نحن طبعا القوى القميم إيران خاصة إيران وتركيا على درجة أقل ولكن بالفعل الآن تدهور العلاقات يعني الأمريكية الروسية ينزر بمواجهة مفتوحة ليس فقط في سوريا ولكن في أيضا مسارح جيوستراتيجية وممكن أن تكون هذه المواجهة غير مباشرة يعني دائما عبر أدوات كل طرف يعني الجانب الأمريكي قد يدعم المعارضة المحاصرة في الغوطة لتصمد لفترة طويلة وتستنزف الإيراني وتستنزف الروسي وأيضا تهين التركي الذي سكت على المجازر التي تحدث في الغوطة أعتقد أمريكا تريد أن تنهك روسيا في سوريا وهناك يبدو مؤشرات إلى ذلك التصعيد في الموقف الأمريكي والتصريحات تعزز هذا الاعتقاد روسيا بالتأكيد هي المتورط الأكبر في سوريا اللعبة في سوريا لم تنتهي بعد إنها البداية وأعتقد خشية بوتين في التحديد هو أن يفقد الإنساك بحبال اللعبة في البلد أستاذ مصطفى أيضا لو أضيف لك ممكن توضح أيضا للمشاهد أن الإعلام الغربي يتحدث خلال الأيام الماضية حول أن ما يحدث في سوريا من انتهاكات في حقوق الإنسان وخاصة هذه المجازر البشعة في الغوطة سوف يضر بروسيا وبسمعة روسيا وسمعة خاصة سمعة الرئيس بوتين هل تتوقع أن مثل بوتين يهمه سمعته طبعا لا بالتأكيد لا أنا استغربت هذا الحجة المشاهد أو الصور التي نشرت عما يجري في الغوطة انتشرت حتى وولستريت جون نعم والتي هي ليست صحيفة بالضرورة السياسية يعني تعنى بالمال والاقتصاد على صفحتها الأولى كان صورا للأطفال والدماء على وجوههم إلى آخر حتى مجلة تايم طبعا طبيعة الحال أوروبا كلها صحيح بس أنا أشير إلى وولستري جينل بالتحديد لأنه ليس من عادتي لكن هل هذا سيعطى المشروع بوتين ودعمه للمغا هذا نقطة يا سيد مصطفى الحقيقة أنت ذكرت نقطة في غاية لاهمية أنا أرى من خلال العلاقات الروسية الأمريكية أن يا عبد العزيز روسية بدأت بالفعل في الغرق في الوحل السوري ومن الخطأ سنأخال فك هذه النقطة لأنه لا أرى أنه يهمها هي لا يهمها أولا أولا هي اسمحني أي وحل تتكلم عنها هي تضرب من الجو هذا شيء شيء الثاني هؤلاء العصابات التكفيرية التي تأتيبهم إيران من أفغانستان ومن كل مكان من العراق من غيرها وترميهم لكي يقتلوا ولكي يقاوموا شعب يقاوموا أهل الأرض أيضا هذا لا يهم روسيا أن يقتل آلاف مؤلف من هؤلاء وأيران أيضا لا يهمها أن يقتل هؤلاء وبالتالي المهم المشاريع وجود روسيا موجودة وبقوة وهي التي تعمل هدنة على الأرض في بلد غريبة طيب لماذا أختلف معك السنة الماضية ذهب بوتن إلى سوريا وأعلن أن النصر من سوريا نقاعد حميد أنا أعتقد يا عبد العزيزي النصر قادم أو النصر تب انتصرنا على الإرهاب العملية العسكرية الإسرائيلي أنا أعتقد أن تلك اللحظة سوف يذكرها التاريخ أنا أدرس التاريخ بأن هي لحظة جوج دابليو بوش عندما قال أن المهمة أنجزت في العراق في بداية الحرب لماذا يا عبد العزيزي فشل تم إفشال مؤتمع سوتي تكلمنا عن ذلك فشلت القيادة الروسية في ترجمة وجودها العسكري إلى سيولة السياسية الآن الولايات المتحدة إيران في ورطة إلى درجة كبيرة النزيف مستمر الولايات المتحدة بالفعل يبدو أن هناك ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة على الدول الأوروبية مراجعة ملف النووي قضية الخطل من إيران إلى سوريا الآن لم تعد موجودة العلاقة بين إسرائيل وإيران أصبحت متهورة للغاية تركيا بالفعل في أزمة متورطة في سوريا روسيا الآن التصعيد أنا قراءتي ويمكن أن أرقم مخطئا قراءتي الآن أن سوريا لم تعد تلك العملية النزهة السفر هذه قراءة دمشور فواز قيادة الروسية الآن أنا أرى يا عبد العزيز محدودية القوة الروسية بدأت تظهر إلى العالم والقيادة الأمنية الأمريكية دكتور مصطفى دكتور مصطفى خلني أسعقب عليه وبعدين أتركك هذه القراءة أنا معك فيها تماما ولكن هذه القراءة أيضا تتعارض ما تم الحديث عنه من أن المشروع الإيراني يتمدد في المنطقة من أن المشروع الروسي تم وأصبح واقع من أنه رغم أن كل الذي حدث هو يترجم الواقع فضل الأساس مصطفى برد لها بعد شوي فضلوا بعد أن تغسل لتأكيد رأيك في هذه المساعدة شايف عبد العزيزان مصطفى معي أكيد لازم يكون معك هو أنه روسيا دخلت إلى سوريا لتحقيق هدف واحد في الأساس من البداية وأعتقد تحدثنا عن هذا الأمر في حلقة سابقة معكم وهو أن تؤمن وجودها البحري في قاعدة الترطوس ووجودها الجوي في حميمين القريبة وأن يبقى النظام لا ليس بالضرورة هذا ليس في حسبان روسيا تتخلى روسيا عن النظام في ليلة ما ألها أمر بالفعل المعارضة قالوا يبقى نفوذك تبقى القاعدة باعتقادي أيضا الروسي لا يقوم بأعمال خيرية يريد أيضا من مردود يريد صفقات عندما جاء الروسي بعد أن أعلنوا النصر أعلن بوتين النصر أراد أيضا رجال الأعمال الذي دعموا بوتين بهذه المعركة أرادوا أن يأتوا ليستسمروا في سوريا عادة الإعمار والحصول على أرباح خصرية هذا تعارض مع الجانب الإيراني يعني كثير من الصفقات طبعا هي وهمية روسيا سوريا ليس لديها ما يمكن أن تقدمه لروسيا على المستوى الاختصالي والشرق أصبح في يد أمريكا كيف بالتعليم؟ لا لا تمويل إعادة الأعمال أشجار الفواكه؟ لا عبد العزيز هناك حطول حتى صناعة النسيج ذهبت من البداية ذكرت أن كانوا يقولون لهم أن سوريا المفيدة في غرب سوريا ولكن تبين أن الفروات كلها في الشرق فبالتالي عندما جاء رجال أعمال الروس والإيرانيين لتقاتلوا على الصفقات لم يجدوا شيء فبالتالي نعم روسيا غرقت في المستنقع ولكنها أيضا ليست متورطة المتورط الأساسي هو إيران إيران التي خسرت مقاتلين خسرت نفوز وتوهمت أنها انتصرت وخسرت السمعة وخسرت تلك السمعة التي تتحدث عن وقوفها مع الشعوب المصطبع خلينا نذهب إلى الآن مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مشاركة تقول استهداف الغوطة لن يتوقف وتمرير روسيا لقرار مجلس الأمن كان هربا من الضغوط التي كانت ستفرضها المشاهد الإنسانية وفي الواقع هم لن يلتزم نعم أوافق لا توجد إرادة دولية جادة لوقف العم في الممنهج في الغوطة كما لا وجود لآليات مراقبة وردع وبالتالي سيستمر النظام السوري وحلفائه بانتهاك القرارات الدولية تحت ذرائع ومبررات واهية أيضا مشاركة تقول لن يكون هناك أي حل للأزمة السورية ولن يكون هناك وقف للمجازر التي ترتكب في سوريا من دون وقفة عربية جادة أمام روسيا وإيران بعد أن أثبت المجتمع الدولي عدم جديته أيضا مشاركة أخيرة تقول ما يحدث في الغوطة الشرقية هو تحدي إيراني روسي لمجلس الأمن وقراراته وعلى المجتمع الدولي إيجاد حل جدري للعنف الممنهج الذي يمارس في روسيا ممكن لك يعني بغض النظر عن قراءتنا في المشهد الدولي عن الإستراتيجية الروسية أو بداية الإستراتيجية الأمريكية أنا لست مقتنعا أن الولايات المتحدة سوف تستسمر إستراتيجيا في سوريا ولكنها يبدو بالفعل أنها لن تقبل بفرد حروس إيراني في سوريا هذا واقع أصلا بغض النظر عن قراءتنا ويمكن أن تكون محقا ويمكن أن نكون مخطيا ما نشهده الآن للمشاهد العربي ما نشهده الآن إعادة تموضع للقوى الإقليمية والدولية وهذا يعني كان بإدلب ولا كان في الغوطة الشرقية لا إلي أنا قارئ يعني قارئ للمشهد السوري يعني أنا أعتقد أن هناك ثلاثة خيارات سيناريو هل هو هذا التصعيد الذي نشهده الآن يمكن أن يؤدي إلى مواجهات غير مباشرة بين القوى الإقليمية والدولية المواجهة بين الولايات المتحدة والروسية من خلال وكالة يعني بين النقطة الأولى هل ما نشهده بإعادة تموضع من أجل الحقيقة فرد تسوية هذا التصعيد هو العاصفة قبل يعني الجلوس على الطاولة أو ما نشهده يا للأسف هو الإبقاء على ديمومة الصراع إدارة الملف أنا قراءتي السريعة وأتمنى أن لا توافقوني يبدو بالفعل أن الملف السوري مستمر هو حقيقة إدارة الملف الصراع وليس الحقيقة إيجاد حل إسراتيجي لهذه الكارثة السورية أنا أعتقد أن أتفق معك بالمية مية لأنه لم يحن الوقت للتسوية في سوريا عندما يحين الوقت أو يحين الوقت ستجد الأطراف جالسين مع بعضهم البعض لتسوية في إطار تقاسم النفوذ في سوريا كنا نتحدث قبل أن ندخل إلى الستوديو أنا والأستاذ غسان على نموذجين شهدناهما في العشر أو العشرين سنة الماضية نموذج يغسلافيا وما تم فيها ونموذج الصومال ولكن ليس بالضرورة أن نتوصل أو نصل إلى أحد هذين النموذجين في سوريا أنا أرى الأمور تسير باتجاه النموذج الصومالي ولكن مع تغييرات إلى حد ما هذه التغييرات ستحسم عندما يتم الاجتماع الذي نتحدث عنه للاتفاق على تقاسم النفوذ في البلد أعتقد أن نموذج السوري هو هاجين بين الصومالي واليغسلافي هناك حقيقة يغسلافي تقسيم في سوريا الآن هناك تقسيم ديفاكتو تقسيم غير مباشر نفوذ سوركي معروف نفوذ إيراني معروف والروسي والأمريكي فهو حقيقة لا أحد من هذه الأطراف يستطيع أن يدخل تلك مناطق الآخرين وإلا ويتعرض للضربات حتى المرتزق الروس عندما حاول دخول شرق الفرات تعرضوا لضربة موجعة واضف على ذلك أستاذ غسان نفوذ إسرائيلي لأن إسرائيل أيضا من مصلحة عدم تعظم النفوذ الإيراني في الداخل ولاحظنا تدخلها في الوقت اللازم لإيقاف هذا التمدد الإيراني العسكري هناك لكن إضافة لذلك لو رأينا أن إيران لم تتوقف وزادت من نفوذها وحاولت تدعيم وجوده خاصة في القواعد العسكرية هل سنرى أيضا أن يكون هناك ددخل إسرائيلي ينهك هذا النفوذ الإيراني والوجود الإيراني أنا بعتقادي لا داعي للنفوذ التحرك الإسرائيلي لإنهاك إيران إنهاك إيران هذه المصرح الإسرائيلي طبعا هي لا يهمها بتأكيد همها قواعد عسكرية وصناعة صواريخ يجب أن لا تتم في سوريا هو بتأكيد نفوذ الإسرائيلي أو التحرك الإسرائيلي هو ليس التموضع على الأرض ضربات موجعة دقيقة والهروب مباشرة أما الانستنزاف الحقيقي لإيران هو المعارك المتعددة التي تحدث الغوطة على سبيل المثال رأس الحربة المقاتلين في الغوطة يعني أقصد الهجوم وهي التي يتم استنزافها هناك التمدد الإيراني يرتبط بالموقف الروسي ورأي روسيا في هذه المسألة لعله من المفيدة الإشارة قبل أيام الجنرال رضائي الإيراني أدل بتصريح نيراني وقال أن إيران قادر على إزالة إسرائيل من وجه الأرض إذا 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 30 سنة قبل ثلاثة أيام 30 عاما مرت ولكن جدد هذا الكلام وقبل أحنا العرب حاولنا 60 سنة من عبد الناصر أنت جعل 70 سنة أحنا كعرب والإيرانيين 30 سنة أنا أشير إلى هذه النقطة فقط لرد الفعل عليها ممن أتى رد الفعل من سيرجي لافروف وحذر إيران في تصريحه هذا كلام غير مقبول ممكن أنا سيد مصطفى بس بالنسبة للملف الإيراني هناك قراءة دولية وإقليمية وانت ذكرتها يا عبد العزيز أن إيران تتمدد أن إيران هيمنت على سوريا والمشرق العربي هذه ال... لا أنا أقول لا ما تم... هي استعملت أذناءها فقط يا عبد العزيز أنا ما أقول هي لم تدخل بجندي واحد في معركة مهمة عبد العزيز أو بجنرال واحد هي تتمدد عبر الأذناء الموجودين في المطر يا عبد العزيز أنا بس بشرح مش أن فكك الأطروح وضع إيران في سوريا صعب للغاية روسيا تمسك بالملف السوري النزيف مستفر في زول احتجاجات خطيرة وضع اقتصادي خطير جدا في إيران في زول بالحقية يعني تعقيدات الوضع في الداخل السوري وأيضا الضغط الأمريكي الآن أهمية لإيران الملف النووي العلاقات مع العالم مهمة للغاية علاقات الاقتصادية ومن هنا هذا الضغط على إيران يعني إيران بالفعل الآن أنا لا أقبل بنظرية بأطروحة على هذا دكتور فواز هل يمكن استخدام الغوطة قضية الغوطة لإعادة ترتيب المواقف وحل الموجود لهذه المشكلة المعقدة لا بس الموضوع الغوطة هو جزء لا يتجزى من انحصار المعارضة هل يكون دافع؟ لا جزء لا يتجزى من إعادة التموضع وأيضا توزيع الحصص إيران تريد أن تحسين شروطها من أجل يعني المثل بيقولوا اليوم عندما يجلسون على الطاولة يعني هي معركة أي حصة لذلك تفاوضية لو جينا الروسيا روسيا تريد من أزمة الغوطة يعني أو تدخل بأزمة الغوطة والظهور منظهر السيد الحفاظ على مصالحها كما تحدثنا لكن إيران ماذا تريد من هذا؟ إيران تريد الغوطة كاملة لأن بالنسبة لإيراني تهجر أهلاء كلهم وتضع مكانهم إيرانيين فعلت ذلك في دارية فعلت ذلك في بعض المناطق في حمص فعلت بعض المناطق في إدلب في حلب إيران تريد بتحديدا الغوطة إذا نظرنا إلى المبار البري الذي تستخدمه عادة إيران لربط الهلال الإيراني طهران بغداد دمشق بيروت الغوطة هي جزء من هذا الممر فبالتالي الغوطة هي شوكة في وجه الإيراني وهي أيضا مستنقع للإيراني أكثر من الروسي الروسي يضرب من الجو أستاذ مصطفى ويبع إيران عندي سؤال لأي لك قبل أن نتكلمنا كثير عن إيران وهذه السؤال للمشاهد بس بدي أنه في ظل نحن كلبنانيين مرأنا بحرب أهلية ولكن لا تقارن أبدا بالحرب السورية المجازر هل بالفعل رغم هذا شلال الدم المجازر هل بالفعل هناك قدرة على التعايش معا يعني أين سوريا المستقبل النسيج الاجتماعي ما هي أمكانية تعايش السوريين مع بعض في ظل هذه المجازر لحوالي من سبع سنوات هو الذي يعقد المسألة السورية أساسا أن حكم آل الأسد على مدى خمسة واربعين عاما أفرغ سوريا من قيادات سياسية ممكنة حتى الآن لم نشهد قيام قيادة سورية تقود البلاد في إطار مشروع مستقبل يلم الناس حوله حتى الآن لم يحدث هذا رغم سبع سنوات ونحن ندخل في السنة الثامنة الآن فهذا التفريغ من العقول أنا لا أقول من الأحزاب السياسية العقول السؤال السؤال شو رأيك بسؤال التعايش التعايش مع بعض التعايش الناس التعايش يعني حقيقة في دحديات كثيرة لنكن واقعيين إيران استخدمت في سوريا تهجير خلقت نزعة طائفية غير مقبولة حولت يعني من ثورة وطنية إلى حولت الوضع في سوريا للحرب أهلية ولكن هذا ما بيعني أنه ما في أمل في أمل في حال كان هناك مجموعة من العقلاء من السوريين من كل المكونات حاولت تبحث عن حل فوق السراع كيف يا سيد مصطفى غسان كيف يمكن ترميم النسيج الاجتماعي بالضبط هذه التحدي الأكبر بس في عودة للموضوع نفسه عشر سنوات عشر ثواني الله يخليك سرعة سوريا الحرب هناك نقاط ضوء في سوريا ضوء في آخر النفق بالضبط لا يوجد حروب أو حرب في كل سوريا الآن الحرب تشتعل هنا وتنطفئ في مكان آخر هناك منطقة كبيرة في سوريا الشريط الساحل لكامله مثلا لم يشد الحرب بعد أنا أخشى أنا أخشى أنه انطفئ الجزء الثاني كان هناك إجماعا في الحلقة أن التصعيد في الغوطة الشرقية وليس في الغوطة الشرقية لذكر عفرين وأيضا إدلب إلى درجة أقل هو جزء لا يتجزأ من تقاسب النفوز بين القوى الفاعلة هو الحقيقة إعادة توزيع الحصص وفق منهج الحقيقة الهيمنة الميدانية يعني الروسية تريد فرض هيمنتها على مناطق خفض التصعيد وخاصة في الغوطة الشرقية من أجل إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة أنها وحدها التي تحمل مفاتيح الحل السورية إيران من الروسية أيضا تحاول حقيقة يعني دفع المعارضة للخروج من الغوطة الشرقية وتركيز هيمنتهما من أجل المفاوضات وأيضا إطلاق قياد تركيا في عفرين كان جزء لا يتجزأ من تحييد فصائل كبيرة من المعارضة عن المشهد السوري أيضا لاحظنا أنه في ظل هذه العقد الصفقات الذي يتم الآن الغوطة تدفع الثمن وحيدة المجتمع الدولي يتحدث عن المعاناة ولكن دون أن يفعل شيئا يوقف يعني شلالات الدماء هناك جرائم ترتكب حق الإنسانية هناك استعمال لأسلحة محرمة من نابال من الكيماوي لغيرها يعني الغوطة أصبحت الآن مثال مهم جدا لفشل المجتمع الدولي في هذا العلاج وأيضا وقبل كل ذلك هو فشل المجتمع السوري في الصياغة يعني توافق لحل هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة يعني الملفت والمحسن أن الشعب السوري وسوريا أصبحت رهينة للشراكة الثلاثية بين الروسية وضعوا أنفسهم رهينة إلى درجة كبيرة مشكلة للشعب أن القوى المتقاتلة من النظام والقوى المعارضة رهينة لهذه الشراكة الثلاثية على حساب الدم السوري على حساب الشعب السوري وأيضا المحزن والمؤلم أن المجازر عبد العزيز أصبحت سنة ترافق كل مراحل الحرب السورية منذ سرع سنوات ويعني الزكرة السابعة للحرب السورية سوف تكون في خمس طعر الشهر القادم السؤال الرئيسي الذي لم نجاوب عليه في صول هذه المجازر في صول هذا الوضع المعقد هل يمكن الحقيقة لسوريا أن ترمم نسيجها الاجتماعي قضية التعايش قدرة السوريين على تضميم الجراح هل هناك ممكنية الإجابة بسيطة أنا في رأيي لن يستطيع لن تستطيع الكفاءات السورية في علاج هذا الموقف لسبب بسيط هو ارتهانها القوى الأجنبية لا يوجد أي وازع وطني ينهي هذه المشكلة لا يمكن تصور أن يكون هناك سياسي يحترم نفسه وشعبه ويحترم عمله كمسؤول عن هذا الشعب وأن يرى هذه الدماء أمامه وهذه الضحايا من أطفال ونساء ومن انتهاك الحرمات بهذا الشكل الفضيع الذي عالميا لم يمر به شعب مثل شعب وهذا يا عبد العزيز يقودنا إلى مسؤولية المجتمع الدولي أين المجتمع الدولي أين مجلس الأمن أين مصدقية العالم وخاصة أن هذه المجازر ترتكم منذ السبع سنوات لماذا نتحدث عن غوط هل أطفال غوط يختلفون عن أطفال حلب أو أطفال حمص السؤال الرئيسي سوريا الآن بحاجة إلينا نحن العرب والمجتمع الدولي من أجل إنهاج للدم دكتور فواز قبل كل شيء تحتاج إلى شعب للسوريا نفسها للسوريين أنفسهم لأن لا المعارضة ولا الحكومة أو النظام أثبتوا أنهم يعني يتعاملون بشكل إنساني مع بعضهم ليسوا بقدر المسؤولية الأخلاقية سوريا بحاجة إلى مسؤولية نخطط الجميع يتحمل كل من يقتل مدني بريد يتحمل هذه الجهة ترجمة نانسي قنقر